اشتركوا في القناة شوية ويكون ما بيوبرش علشان طبعا يظهر الغرزة بتاعتنا شكله جميل والغرزة بسيطة جدا اهي شكل الغرزة طبعا مجموعة غرز هنشتغلها دلوقتي هنشوف مع بعض القطر بتاعه كويس يعني مفرش فوق المتوسط بشوية وطبعا لو كان الخيط سميك اكتر من الخيط اللي انا استخدمته المفرش هيبقى حجمه اكبر يلا نبدأ مع بعض نجهز الخيوط بتاعتنا وهوريكم الخيوط اللي اشتغلت بيها ده خيط إليس ديفا خيط جميل وناعم وفيه لمعة بسيطة استخدمت الخيط ده على فتلة واحدة مش هحتاج اكتر من نص شلة اهي الفتلة بتاعت الخيط طبعا الفتلة رفايعة فانا استخدمت معايا ابرة رقم زيرو وزي ما قلتلكو طبعا على حسب سمك الخيط اللي هتستخدموه هيطلع لكو حجم المفرش في النهاية انا احتاجت من الخيط ده خمسين جرام تقريبا دي الابرة اللي انا هستخدمها زي ما قلتلكو مقاس زيرو في البداية باشتغل دايرة سحرية بدخل جوه الدايرة بياخد الخيط بالشكل ده وباشتغل سلسلة واحدة انا هشتغل هنا غرز حشو وهشتغل اتناشر غرزة حشو ندخل ناخد الخيط ونشتغل اول غرزة حشو بنمسك الخيط بتاعة الدايرة السحرية بشكل محكم علشان الغرز طبعا تطلع كلها قد بعضها اهو الشكل ده اشتغلنا اتناشر غرزة حشو باشتدي الخيط بتاعة الدايرة السحرية ونقفل في اول غرزة اشتغلناها الغرزة رقم واحد هاي الغرزة رقم واحد واضحة بندخل تحت حرف الفي ونشتغل غرزة منزلقة وكده خلاص اشتغلنا الدور الاول اتناشر غرزة حشو للدور الثاني بنرتفع واحد اتنين تلاتة تلات سلاسل بنعتبرهم عمود وهشتغل كمان اتنين سلسلة فاصل واحد اتنين كده اشتغلت عمود وفاصل سلسلتين واروح على طول على الغرزة اللي بعدها دي الغرزة اللي انا اشتغلت فيها خلاص اللي ارتفعت منها باشتغل على طول في الغرزة اللي بعدها عمود بلفة احنا طبعا عندنا اتناشر غرزة حشو هنشتغل على الاثناشر غرزة واتنين سلسلة فاصل ونروح على طول على الغرزة اللي بعدها وبنشتغل عمود بلفة اهو بنكمل بنفس الطريقة اتنين سلسلة فاصل وعمود بلفة في الغرزة اللي بعدها على طول طبعا لازم يبقى المجموعة عندنا اتناشر عمود بلفة هكمل بنفس الطريقة خلاص خلصت الدور اشتغلت خلاص على اخر غرزة فاضل اللي اتنين سلسلة الفاصل ما ننساهمش وبنقفل الدور بتاعنا في السلسلة رقم تلاتة نعد كده واحد اتنين تلاتة وندخل ونشتغل غرزة منزلقة وكده قفلنا الدور رقم اتنين بشد الخط بتاع الدايرة السحرية كويس خلاص انا بقفل الدايرة للدور الجديد بنرتفع واحد اتنين تلاتة تلات سلاسل وطبعا باعتبارهم عمود وكمان تلات سلاسل فاصل وبروح على طول بشتغل فوق العمود بشتغل عمود بلفة وكمان تلات سلاسل فاصل واحد اتنين تلاتة وعمود بلفة فوق العمود اللي جاي على طول وكمان تلات سلاسل فاصل وهو ده التزايد بتاعي في الدور ده زودنا الفاصل خلينا تلات سلاسل هكمل الدور وهرجع لكم خلاص خلصت الدور ودي التلات سلاسل الفاصل بقفل في السلسلة رقم تلاتة واحد اتنين تلاتة وبدخل وبشتغل جورزة منزلقة وكده خلصنا الدور رقم تلاتة للدور الرابع بارتفع تلات سلاسل باعتبرهم عمود وبتنقل على طول الفراغ هشتغل جوه الفراغ عمده بلفة وغرز بيكو بدخل جوه الفراغ بالشكل ده وبشتغل عمود بلفة وتاني عمود بلفة وبعد العمود رقم اتنين بشتغل غرزة بيكو واحد اتنين تلاتة هي مكونة من تلات سلاسل وبقفلها في آخر قفلة بتاعة العمود بغرزة منزلقة بالشكل ده هكررها معاكو تاني دلوقتي وكمان عمود بلفة احنا كده لسه جوه الفراغ وكمان عمود بلفة يعني شغلنا هيبقى تلاتة عمدة غرزة بيكو وعمودين ونروح على طول نشتغل في الفراغ اللي بعده بس هنشتغل الاول سلسلة فاصل او الشكل ده ونتنقل على طول الفراغ ونشتغل في الفراغ بنفس التكرار بتاعنا تلاتة عمدة ادي الاول وادي التاني والعمود رقم تلاتة وبعد العمود رقم تلاتة بنشتغل غرزة بيكو واحد اتنين تلاتة ونقفلها في اخر عمود اشتغلناه وكده يبقى فضل لنا عمودين واحد اتنين وطبعا سلسلة فاصل وبنكرر بنفس الطريقة لحد نهاية الدور خلاص انا خلصت الدور تلاتة عمدة بيكو عمودين اشتغلت هنا خلاص العمودين باشتغل سلسلة فاصل وبقفل في اول تلات سلاسل انا ارتفعت بيهم واحد السلسلة الاولى واحد اتنين تلاتة ونقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده وكده خلصنا الدور بتاعنا بنرتفع تلات سلاسل وبعتبرهم عمود بروح على العمود رقم اتنين وباشتغل فوقه كمان عمود بلفة كده يبقى انا اشتغلت عمودين بلفة باشتغل اتنين سلسلة فاصل وبفوت العمود اللي فيه غرزة البكل اللي هو كان العمود التالت وبروح على طول على العمودين واشتغل عمود وفوق العمود التاني عمود يعني بنشتغل فوق اول عمودين واخر عمودين وفاصل سلسلتين العمود رقم تلاتة اللي اشتغلنا بعد غرزة البكل بنتجهلهم ونشتغل اتنين سلسلة فاصل واحد اتنين ونروح على طول على المجموعة اللي بعدها نشتغل بنفس الطريقة على العمود رقم واحد باشتغل عمود بلفة وعلى العمود رقم اتنين ايدي العمود رقم اتنين باشتغل فوق عمود بلفة واتنين سلسلة فاصل وتجاهل غرزة البكو والعمود رقم تلاتة وباشتغل فوق العمود رقم الرابع والخامس ايدي العمود الخامس باشتغل فوق عمود بلفة وهنمشي بنفس الطريقة لحد نهاية الدور وما ننساش عندنا فاصل اتنين سلسلة نشتغل الاتنين سلسلة الفاصل ونكرر بنفس الطريقة عمود فوق العمود رقم واحد وعمود فوق العمود رقم اتنين وبدأ جاهل العمود رقم ثلاثة وغرزة البكو وبشتغل اتنين سلسلة فاصل وعمودين فوق آخر عمودين عندي من العمودة الخامسة وهكمل بنفس الطريقة لحد نهاية الدور خلاص أنا خلصت الدور ما ننساش نشتغل الاتنين سلسلة الفاصل قبل ما نقفل الدور واحد اتنين ونقفل على طول في أول تلات سلاسل احنا ارتفعنا بيهم في السلسلة التالتة ندخل على السلسلة التالتة ونشتغل غرزة منزلقة كده قفلنا الدور بتاعنا للدور الجديد بنرتفع واحد اتنين تلاتة تلات سلاسل وبعتبرهم عمود وبروح على العمود رقم اتنين وبشتغل عمود غير مكتمل وبروح على العمودين اللي قدامي اللي هما في المجموعة دول وبدخل وبشتغل عمود بلفة غير مكتمل وعلى العمود اللي بعده عمود بلفة غير مكتمل كده عندي أربع لفات طبعا ده عشان في بداية الدور بس بطلع من اللفات كلها لسه أكررهم تاني معك دلوقتي بس نشتغل الفاصل بتاعنا الفاصل بتاعنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر حداشر سلسلة فاصل ونتنقل على طول على المجموعة اللي بعدها اللي هي المجموعة دي بروح على طول على اول عمود هشتغل برضو اعمدة غير مكتملة هبتديها على طول من اول عمود عمود بلفة ومش هكمله وهو بطلع من لفتين بس وبروح على العمود اللي بعده انا عندي طبعا هنا اربع اعمدة بدخل وياخد الخيط واطلع من لفتين بس وبكرر على العمود رقم تلاتة ااخد الخيط واطلع من لفتين بس وكده فاضلي العمود رقم اربعة كده بقى عندي خمس لفات على الابرة هطلع منهم كلهم ونرجع تاني نشتغل الفاصل بتاعنا كان حداشر سلسلة او الشكل ده حداشر سلسلة ونكرر نفس الشغل الاعمدة الغير مكتملة على الاربع اعمدة بتوع المجموعة ادي اول عمود في المجموعة ناخد الخيط ونطلع من لفتين بس وهلى العمود التاني بندخل ونطلع من لفتين بس والعمود رقم تلاتة ااخد الخيط واطلع من لفتين بس والعمود رقم اربعة بيبقى عندي في النهاية خمس لفات على الابرة اطلع منهم كلهم ونرجع تاني نكرر بنفس الطريقة الفاصل حداشر سلسلة هي دي الفراغات اللي انا عايزة اكونها اشتغل بنفس الطريقة لحد نهاية الدور خلاص انا خلصت الدور الفاصل عندي حداشر سلسلة اشتغلت خلاص اخر احداشر سلسلة بقفل في اول آآ غرزة بتاعة الاعمودة الغير مكتملة بغرزة منزلقة وكده خلصنا الدور بتاعنا برتفع سلسلة بدخل على طول جوه الفراغ بشتغل انا محتاج اشتغل تلاتتاشر غرزة حشو هادي اول غرزة حشو اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر واخر غرزة رقم تلاتتاشر ونخلني بنا كويس جدا من العدد هو ده بس اللي بنعمله في الفراغ تلاتتاشر غرزة حشو وعلى طول بنتنقل على الفراغ اللي بعده فيش اي فواصل ايدي اول غرزة حشو من التلاتتاشر ونكمل بنفس الطريقة ونتنقل لكل الفراغات اللي عندنا بنفس الطريقة كده وبنوزع التلاتتاشر غرزة حشو كويس على السلاسل بتاعتنا هكمل بنفس الطريقة خلاص خلصت الدور تلاتتاشر غرزة حشو على كل فراغ اشتغلت خلاص هنا تلاتتاشر غرزة حشو بتوعي بقفل في اول غرزة حشو من المجموعة الجديدة ايدي المجموعة عندنا تلاتتاشر غرزة حشو متأكدين كويس من العدد بتاعنا اول تلات غرز حشو ودي اخر تلات غرز حشو من التلاتتاشر مش هستخدمهم يعني مش هشتغل فيهم انا محتاجة السبع غرز اللي في المنتصف هما دول اللي هشتغل فيهم فطبعا هتنقل بغرزة منزلقة بروح على طول على اول غرزة حشو اشتغل غرزة منزلقة وعلى تاني غرزة حشو من التلاتتاشر باشتغل غرزة منزلقة والغرزة التالتة من التلاتتاشر باشتغل فيها غرزة منزلقة كده خلاص انا فوت اول تلات غرز بروح على الغرزة رقم اربعة هي دي اللي هشتغل فيها بتنقل لها بغرزة منزلقة طبعا او بالشكل ده اشتغلت اربع غرز منزلقة وببتدي على طول شغل برتفع واحد اتنين تلاتة اربعة عبارة عن عمود بلفة وسلسلة فاصل وعلى طول بلف لفة على الإبرة أشتغل عمود بلفة في الغرزة اللي بعدها على طول غرزة الحشو اللي بعدها وارجع تاني أشتغل السلسلة الفاصل واروح على الغرزة اللي بعدها باشتغل عمود بلفة وسلسلة فاصل زي ما اتفقنا بنشتغل على 7 غرز اللي في المنتصف عمود بلفة وسلسلة فاصل وبكرر وسلسلة فاصل عايزي نشتغل سبع أعمدة بلفة بالشكل ده طبعا أول ثلاث سلاسل ارتفعنا بيهم اعتبرناهم عمود وسلسلة فاصل ونشتغل آخر عمود من السبع أعمدة شايفين اتبقى عندي في النهاية ثلاث غرز حشو مش هنستخدمهم هنعديهم زي ما عدينا التلاتة اللي في البداية اللي هم دول برضو في المجموعة اللي بعدها بنفس الطريقة هتجاهل أول ثلاث غرز حشو وآخر ثلاث غرز حشو بفوت الثلاثة دول ثلاث غرز حشو والفلفة على الإبرة أو بنعد واحد اتنين ثلاثة ونرجع تاني واحد اتنين ثلاثة وروح على الغرزة الرابعة زي ما عملت في المجموعة اللي فاتت واشتغل عمود بلفة ونرجع تاني نكرر الفاصل بتاعنا سلسلة واحدة وعلى العمود اللي بعده على طول بنشتغل عمود بلفة وسلسلة فاصل وعمود بلفة لحد ما بنكملهم سبع أعمدة اشتغلت كده تلات أعمدة العمود الرابع وسلسلة فاصل والعمود رقم خمسة وسلسلة فاصل والعمود رقم ستة لازم نبقى متأكدين ان احنا عندنا تلات تاشر غرزة حشو وسلسلة فاصل وأخيرا العمود رقم سبعة ويتبقى عندي في النهاية تلات غرز حشو مش هشتغل فيهم خلاص هي كده الفكرة بقت واضحة احنا نكمل بنفس الطريقة لنهاية الدور ونتأكد ان احنا مش بنشتغل في آخر تلات غرز حشو وأول تلات غرز حشو من المجموعة بتاعتي ايدي اول تلات غرز حشو او شايفين بنفوت اول تلات غرز حشو ونروح على طول على واحد اتنين تلاتة وكمان واحد اتنين تلاتة ونروح على الغرزة الرابعة وهكرر تاني نفس الشغل اللي انا عملته ايدي اول عمود والسلسلة الفاصل وهنكمل بقية الدور بالشكل ده خلاص خلصت الدور خليكوا فاكرين احنا على كل مجموعة بنشتغل سبع اعمدة وسلسلة فاصل ما بين العمود والتاني خلاص اشتغلت آخر سبع اعمدة عندي بنقفل في اول تلات سلاسل في السلسلة رقم تلاتة بغرزة منزلقة وكده خلاص قفلنا الدور بتاعنا نبدأ الدور الجديد من نفس المكان اللي قفلنا فيه بارتفع سلسلة واحدة ومن نفس المكان بدخل باشتغل غرزة حشو اول غرزة حشو عندي في الدور اشتغلنا كده فوق العمود بروح على الفراغ اللي كان سلسلة باشتغل فوقه غرزة حشو الغرزة رقم اتنين كده والغرزة الحشو رقم تلاتة فوق العمود وفي الفراغ شايفين اول تلات غرز حشو بروح على الفراغ وباشتغل غرزة حشو وبمشي بنفس الطريقة فوق العمود طبعا هيكون المجموعة فوق كل مجموعة تلاتتاشر غرزة حشو اه دي فوق العمود وفوق الفراغ غرزة في الفراغ وغرزة فوق العمود وابتدناها من اول عمود من السبع اعمدة اه دي فوق العمود بنشتغل غرزة حشو وفوق الفراغ دي كده الغرزة رقم اتناشر والغرزة رقم تلاتتاشر فوق العمود اهو الشكل ده غرز حشو فوق الاعمدة والفراغات ونتنقل على طول المجموعة اللي بعدها هنكرر بنفس الطريقة بابتدي على طول من اول عمود فوق العمود باشتغل غرزة حشو وهكذا اروح على الفراغ وبمشي بنفس الطريقة نشتغل غرزة حشو والمجموعة عندنا تلاتتاشر غرزة حشو فوق كل مجموعة اي دي فوق الفراغ غرزة حشو هكمل الدور بنفس الطريقة وهرجعلكم في نهاية الدور نقفلو مع بعض خلاص خلصت الدور الدور ده بيدي تماسك كويس للوحدة نقفل الدور بتاعنا خلاص اخر غرزة حشو هشتغلها دلوقتي اشتغلت خلاص غرزة في الفراغ فاضلي الغرزة اللي باشتغلها على العمود اخر غرزة حشو وكده خلصنا الدور بتاعنا بروح على اول غرزة حشو اللي هي في المجموعة الجديدة شايفين اول غرزة حشو فوق العمود بدخل وباشتغل غرزة منزلقة وبتحرك للغرزة رقم اتنين بغرزة منزلقة وللغرزة رقم تلاتة كده دي تالت غرزة منزلقة واحد اتنين تلاتة احنا هنا واقفين فوق العمود التاني شايفين غرزة الحشو دي فوق العمود رقم اتنين من هنا بنرتفع سلسلة وفي نفس الغرزة بنشتغل غرزة حشو اي في نفس الغرزة بنشتغل غرزة حشو فوق العمود التاني ونرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة سلاسل واللف لفتين على الابرة وبنعد واحد اتنين تلاتة وندخل على طول في الغرزة رقم اربعة ونشتغل عمود بلفتين نطلع من لفتين وكمان لفتين وكمان لفتين شايفين احنا دلوقتي فوق العمود رقم اربعة يعني في منتصف الاعمد قبله تلاتة وبعده تلاتة وفي نفس المكان هشتغل كمان عمود بلفتين احنا وقفين على نفس الغرزة اشتغلنا عمودين وادي العمود رقم تلاتة عايز اشتغل تلاتة عمودة بلفتين فوق نفس غرزة الحشو اه بالشكل ده بفيهاش اي لخباطة سهلة جدا ونرجع تاني نكمل بارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة وهعد تاني واحد هدي اخر غرزة اتنين تلاتة اربعة الغرزة رقم اربعة نعدم تاني مع بعض واحد اتنين تلاتة اربعة ندخل في الغرزة الربعة ونشتغل غرزة حشو زي ما بدأت الدور بالضبط بغرزة حشو ونرجع تاني نكمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسع سلاسل فاصل قبل ما هبدأ المجموعة الجديدة بنعد ادي اخر غرزة اشتغلت فيها بعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بروح للغرزة رقم خمسة اللي هي تعتبر طبعا فوق العمود رقم اتنين اهي شايفين فوق العمود رقم اتنين من السبع اعمدة علشان بس نبقى متأكدين من الشغل بتاعنا زي اول غرزة حشو اشتغلناها كانت فوق العمود رقم اتنين من السبع اعمدة الفاصل بيبقى تسع سلاسل وبنرجع تاني نكرر واحد اتنين تلاتة اربعة ونعد في الغرز اللي عندنا هشتغل اعمدة بلفتين بنعد واحد اتنين تلاتة اربعة ونشتغل اول عمود بلفتين من التلاتة طبعا احنا شغالين فوق العمود رقم تلاتة من السبع ودي العمود التاني عمود بلفتين في نفس الغرزة كده فضل لي العمود رقم تلاتة بشتغل في نفس الغرزة العمود رقم تلاتة وكمان اربع سلاسل ونرجع تاني نعد واحد اتنين تلاتة اربعة وندخل نشتغل غرزة حشو ودي الشكل عندنا سهل جدا ان شاء الله السلاسل الفاصل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة سلاسل فاصل وبنعد في الغرزة اللي عندنا واحد اتنين تلاتة اربعة وعلى الغرزة الخمسة على طول اللي هي فوق العمود رقم اتنين بشتغل غرزة حشو هي فوق العمود رقم اتنين لازم نبقى متأكدين من الخطوات بتاعتنا واربع سلاسل ونكرر بنفس الطريقة بنعد طبعا واحد اتنين تلاتة اربعة وبنشتغل تلاتة اعمدة بلفتين فوق نفس الغرزة وهكمل بنفس الطريقة لحد نهاية الدور تسعة سلاسل فاصل فوق العمود رقم اربعة اهو الشكل ده شايفين فوق العمود رقم اربعة هكمل الدور بنفس الطريقة وهرجع لكم نقفله مع بعض خلاص انا خلصت الدور شايفين شكل المفرش جميل وكمان ابتدى يبان من البداية انتهت خلاص من الدور بتاعي فوق العمود اللي قبل الاخير غرزة الحشو التانية بتاعت المجموعة وبرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة وبروح على طول باشتغل في غرزة الحشو اللي كانت في بداية الدور هشتغل عمود بلفتين ده طبعا بدل التسعة سلاسل الفاصل عشان انا عايزة بوقفة في المنتصف في المنتصف الفراغ اهو الشكل ده نبدأ على طول الدور الجديد برتفع سلسلة ومن نفس المكان بدخل واشتغل غرزة حشو وبعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة سلاسل فاصل وفوق التلاتة عمودة بلفتين في العمود اللي في المنتصف بدخل واشتغل غرزة حشو ومن هنا اشتغل غرزة بيكو واحد اتنين تلاتة غرزة البيكو مكونة من تلات سلاسل وبقفلها في غرزة الحشو بالشكل ده بقفلها بغرزة منزلقة ونرجع تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة سلاسل وبنروح على الفراج اللي عندنا طبعا بنعد السلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة وفي سلسلة رقم خمسة كان عندنا طبعا تسعة سلاسل بشتغل غرزة حشو في التسعة سلاسل بدخل في سلسلة رقم خمسة وبشتغل غرزة بيكو مكونة من تلات سلاسل بقفلها في غرزة الحشو بالشكل ده وبكده دي تبقى تانية غرزة بيكو في الدور احنا بدأنا الدور بغرزة حشو فقط هي غرزة الحشو بس في البداية دي اول بيكو والبيكو التانية انا عايزة اشتغل تلاتة بيكو فهرتفع الفاصل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وبنروح على التلاتة اعمدة في العمود رقم اتنين بشتغل غرزة حشو وبعد الحشو على طول بشتغل غرزة بيكو تلات سلاسل وبقفلهم في غرزة الحشو كده اشتغلنا تلات غرز بيكو وربعة هنشتغل تلاتة بيكو وربعة وحشو وبعد كده وتلات غرز بيكو تاني وربعة ادي التلاتة الغرزة اللي جاية بنشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة سلاسل الفاصل ونروح على السلسلة رقم خمسة ونعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وندخل في السلسلة رقم خمسة نشتغل حشو فقط مش معاها غرزة بيكو اهي حشو بس ونكمل بنفس الطريقة مرة حشو ومرة تلاتة بيكو ونرجع تاني نكرر هكمل الدور بنفس الطريقة وهرجع لكم ان شاء الله في الجزء التاني نكمل مع بعض الادوار بتاعتنا ترجمة نانسي قنقر